بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علمنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين الثاني تفسير القرآن بالسنة وهو بيان معاني القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تطريره وقد بيّن نبي صلى الله عليه وسلم القرآن لأمته الفرض هو ومعانيه 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 نعم الطريق الثاني من طريق التفسير طبعا شو الطريق الأول؟ قلنا من طريق التفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالقرآن قلنا شو هو؟ نوعين نعم متصل ومنفصل متصل ومنفصل هذا من حيث ايه؟ من حيث ايش؟ قلنا عنا عنا إما أن يكون إذا أخذناه من حيث البيان أنه يكون متصلا بالتفسير أو منفصل نعم وقلنا إما أن يكون مباشر وغير مباشر يكون اجتهاد من المفسر أن يقصر القرآن بقرآن ونحو ذلك أحسن الله إليكم الطريق الثاني من طريق التفسير وهو تفسير القرآن بالسنة أولا تعريفه وهو بيان معاني القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره قولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر تفسير الآية بقوله صلى الله عليه وسلم أو يقول قولا يصلح أن يكون تفسيرا بآية يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية أو النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم بموضوع نفس موضوع الآية فتسر هذه الآية بهذا الموضوع أو يقول قولا يصلح أن يكون تفسير الآية اتكلم عن نفس الموضوع فإيجا العالم شو قال هكذا أفسر القرآن بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الموضوع بموضوع آخر نعم أحسن الله عليكم قولنا فعله أن يعمل عملا يكون تفسيرا للآية أو يصلح أو يصلح أن يكون تفسيرا لها نعم وسيمر إن شاء الله قولنا تقريره أن يذكر عنده التفسير فيقره أو يسوق الآية على وجه التقرير لذلك المعنى المذكور ثانيا مكانته تقرير شو يعني أن يحصل حدث أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيقره نعم كما جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم أو جاء يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن نرى أن الله سبحانه وتعالى يضع الشمس يوم القيامة الشمس على أصبع والقمر على أصبع والجبال والثرى على أصبع والأرضين على أصبع فابتثنا من النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لقول الحبر أقره تمام فهذا تقرير أو مثلا هذا السنة التقريرية أو قول جاء برضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لأنه نعنه القرآن كنا نعزل والقرآن ينزل قال لك نحن كنا نعمل شيء والوحي عم ينزل لو كان في شيء محرم الإسلام لا يقرر على محرم كنا نعزل والقرآن ينزل والقرآن ينزل العزل هو أن يجامع الرجل زوجته فإذا قارب على الإنزال نزع فأنزل خارجا حتى لا ينجب الولد أن يجامع الرجل زوجته فإذا قارب على إنزال شهوته لفرج المرأة نزع فأنزل خارجا خارجا حتى لا يكون هناك حبل فهذا عن حكم العزل فهل هذا يجوز ولا لا يجوز يعني قتل نفس يعتمر ولا لا يجوز فقال جامر كلنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن هل سنة الوضوء من الإكرار أقرى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كثير من الأمور من الأذان أصل مشروعيته إقرار ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم سنة وذلك أن الصحابة رضو الله عنهم رأوه في منامهم رأوه صحابيان أحسن الله عليكم وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الكرآن لأمته الفرض هو معانيه ومعانيه قال شيخ الإسلامي ابن تيميا رحمة الله عليه يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه معاني القرآن معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه فقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتبين للناس ما نزل إليهم يتناولوا هذا وهذا يعني هل نبي صلى الله عليه وسلم فسر بس بلغ ألفاظ القرآن ولا فسر معانيه لا لازم تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر معاني للصحابة وإن كان لم يصلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى هذا اللفظ وإن ما فسر لهم المعاني والصحابة نقلوها بالمعاني فإذا قال لك قال ابن عباس لا تستبعد أن يكون هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعنّمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولذلك نحن ما فعله الصحابة رضوان الله عنهم في زمنه ولم يعرف لهم مخالف نقول هذا ما علّمهم إياهن نبي صلى الله عليه وسلم فلا أخذ طريقة الصحابة رضوان الله عنهم نعم ولذلك من الأدلة الشرعية عند الإمام مالك رحمه الله عمل أهل المدينة وكان هذا المختلف فيه بأصول الفقه فقال عمل أهل المدينة قال لك لما كل أهل المدينة وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الزمان وبعيد عما كان يعمل شغلي فهذا دليل على أو ما يعلم شغل دليل على أنه غير مشروع يعني من ذلك وقوله بأن باسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة غير مشروع في الصلاة قال لك ما تقرأ باسم الله الرحمن الرحيم لماذا عمل أهل المدينة كل أهل المدينة ما حدث فيهم قال باسم الله الرحمن الرحيم أما عمل أهل مكة كان يعمل نعم بسألك المدينة هي آخر ما استقراره النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولذلك قال قال أحدهم قال يا أبتي قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأوبكر وعمر وصدر من وعثمان وصدر من خلافة علي فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم قال يا أبتي أفرأيت شهر الناس بها؟ قال أي بني بدعة هذا مثل بعض الصحابة والبعض الآخر قول أي ضواجيه يجهر فيه بسم الله الرحمن الرحيم هو عمل أهل مكة ممكن أن تكون نسخة؟ ممكن ممكن أن تكون نسخة ولكن النسخة يحتاج لدليل نعم لما أنا أقول نسخة طب مدام نسخة لبعض الصحابة عملوا فيها واستمروا على ذلك الصحاب والتابعين وكذا مدرس أهل مكة نعم نعم أصلا إليكم ويدل على حجيته والمعنى أنه قد بيّن لهم ما يخفى عليهم مما يحتاجون لبيانه لا أنه بيّن كل مفردة وآية من القرآن بقوله فهذا لم يكن ولو كان لنقل إلينا فدل عدم نقله على عدم وقوعه كما أن البيان لا يقتصر على القول بل يشمل القول والفعل والتقرير القول والفعل والتقرير يعني إذا سألتك سؤال هل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لتبيّن للناس المنزل إليهم هل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كل لفظة في القرآن؟ لا بس بحاجة اللي بيّنه وذلك تفسير القرآن تقول درجات تفسير القرآن تفسير القرآن درجات فقسم قال ابن عباس رضي الله عنه بالقرآن أربعة أقسام قسم يعلمه كل أحد طب هذا القسم الذي يعلمه كل أحد ينبغي أن تعلم أنه وهذه ميزة عند العربي أن أنت لما تكون عربي لما تقرأ القرآن تلاقي حالك عم تتأثر وفيه موضوع عب تبكيك وكذا يعني فيك تقول بالعموم بالعموم هذا إذا بدأ نحط نسبة مئوية خمسين بالمئة من القرآن خمسين إلى ستين بالمئة من القرآن يفهمه كل أحد تمام؟ سواء من الكلام أو من السياق أو نحو ذلك يعني من مثلا أي إنسان عام مما قرأ كتاب نعم؟ قل له وقال فرعون ذروني أقتل موسى ولعي ربها ما فهم المعنى؟ فهم المعنى العموم بالعموم قل هو الله أحد فهم الله أحد يعني ما في غيره إذا قرأت مثلا كثير من الآيات بالعموم واضحة عند نسبة نسبة خمسين بالمئة قال وقسم الله نعم بس هيدا الخمسين بالمئة للستين بالمئة للعام يعني الفصيح يعني باللغة العربية لا 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 كمال بزمنا حتى بزمنا نحكي لخمسين بالمئة فهم المعنى العام وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذناه وقال أعوذ بالله أنا كون من الجاهلين المعنى العام نعم يجيب واحد يشرح لي ما قالت له واحد عام بالأم واقف في الصلاة ما قرأ كتابا بس مو لكنه عربي هاي النقطة وإن كان بالعامية عربي المكسر بيقدر يشرحها بس بمفسره بالمعنى تبعه بما استطاع أن يتصوره يعني تلقى العالم ليس لك الكلمة بيعمل لك مجلدات العام العكس العام يعني فيما يروى أنه بعض المشايخ كانوا بعزومة وفيه ما شاء الله منسف وفيه أخ ما شاء الله نازل بالمنسف شو صحيح يعني يديه هيك مفرمة طعم نالهي دائما أعطوا واحد مجريفون وإنسا فقالوا له هيك قصة يوسف مؤثرة يعني هو نازل هيك قصة يوسف تخبرنا قصة يوسف عليه السلام قالوا ده تهوي لأوه وكمل أكل ده تهوي لأوه ضاعوا لأوه دهت اختصر قصة يوسف هالكلمتين فهم من قصة يوسف أن يضاعوا له يعني فيه معنى عام يفهمه كل أحد عربي وهذا ميزة أن يكون الإنسان عربي ولذلك نقول لنا إنسان تشبث بالعربية فإنك لو لم تفهم شيء إلا معنى العام الإجمالي للقرآن تمام لما تقرأ ويتأثر يوم ونقول من جهنم هل امتلعت وتقول هل من مزيد يتأثر بها تمام وإنما فتعت تفاصيله وكذا فهذا القسم فيك تقول أنت خمسين لستين مليون قرآن نعم طيب وقسم لا يعلمه إلا إلا طالبة العلم طالبة العلم بلش يفكك العبارات وقسم لا يفهمه إلا الراسخون في العلم وقسم لا يعلمه إلا الله تمام؟ كحقيقة المعنى مئة بالمئة لا يعلمه إلا الله نعم أحسن الله إليكم هل بمعنى أن يشمل القول والفعل والتقرير أي هو مقتصر على القول والفعل والتقرير؟ ما هي السنة؟ السنة عموما هي ما أضيفة للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير بالسنة عموما بيزيدوا بعد كلمة أوصفة أوصفة ولكن لا تستطيع أن أوصفة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني نبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بيمينه هذه الصفة أو كان مثلا إذا مشى تمام؟ نعم يتحدر اسرعic هاي صفة للنبي الصلاة أو صفة بالشكل هناك قد ياضط على الفعل ولكن مثلا أغريد شخص قلت أكحل على الجثنة يتقول النبي صلى الله عليه وسلم أكحل كحل على الجثنة هذه الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم فما أوصفت النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة التقرير صفة مفصر الصفةة صعبة لك أienen يقول ض straight هذا قول رغم أصلاه فعل تقرير صفة ولكنها إذا أجبنا نيجي نصنفها نحطها بإيش نحطها بالسنن يعني ما أضيفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أنا بهذه الصفة فين أفسر شيء بالقرآن لا نعم لذلك لم يذكرها هنا نعم أحسن الله إليكم فأفعاله صلى الله عليه وسلم وأحواله وخلقه بيان للقرآن وبهذا يتبين مغاد من قال من أهل العن إن نبي صلى الله عليه وسلم بيان معاني القرآن وليس مغاده وليس مغاده أنه بيان كل آية وكل مفادة بقوله فإن هذا لا يقول به أحد ولذا فإن ابن تيمية رحمة الله عليه وهو من من قال إن نبي صلى الله عليه وسلم بيان لأصحابه معاني القرآن ذكر في مقدمته في أصول التفسير تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين ولو كان يرى أن نبي صلى الله عليه وسلم فسر كل القرآن كما فهمه البعض لما ذكر تلك الطرق الأخرى لما كانت هناك حاجة إلى الرجوع إلى أقوالهم لماذا يقول لك الكلام؟ لأن بعض العلماء قال ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل مفردة في القرآن طيب طب هاجه الإسلام هو قال لك أن نبي صلى الله عليه وسلم بيان القرآن بس ما نعلق أنه بيان كل مفرداته قال لك بيان ما يحتاج إليه الناس قال لك والدليل أن نذكر أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم لأنه هاي من طرق التفسير لو كان نبي صلى الله عليه وسلم فسر كل مفردة في القرآن ليش لحتى تروح عند التابعين فلما فتشنا بالسنة النبوية ملائنا غير بعض الأقوال صرنا نشوف أقوال التابعين أو أقوال تابعي تابعيهم نعم أحصل الله إليكم ومما ينبغي أن يعلم أن في القرآن ما لا يوصل إلى علمه والمراد به إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم قال ابن جرير رحمه الله بيان الله تعالى جل ذكره أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا حجيته حجيته نعم ويدل على حجيته الكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف والنظر الكتاب والسنة أولا الكتاب من ذلك قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والذكر هنا هو القرآن قال ابن كثير رحمة الله عليه في قوله تعالى يتبين للناس ما نزل إليهم لعلمك معنى ما أنزل عليك وحرصق عليه واتباعك له فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل وهذا التبيين الواغد في الآية يشمل تبيين الألفاظ وتبيين المعاني ثانيا قوله تعالى يَا أَيُّهَا الرَّسُونُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فقوله تعالى بَلِّغْ يَعْنِي أَتِلْهُ أُتْلُهُ نعم أُتْلُهُ عليهم ومن التبليغ بيان القرآن قال الشاطبي رحمه الله وذلك التبليغ من وجهين تبليغ الرسالة وهو الكتاب وبيان معانيه ثانيا السنة فقد صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر آيات من الكرآن الكريم وتلقوها عنه صحابته صحابته رضي الله عنهم وكانوا يسألونه عما أشكل عليهم من معاني الكرآن وقد عقد المنصفون في السنة وقد عقد المصنفون في السنة كتبا وأبوابا للتفسير في مؤلفاتهم أو دعوها أودعوها يعني وضعوها مش أودعوها لحالة أودعوها يعني أودع في قلبك شو يعني أودع يعني تقول إنسان جعل وديعة شو الوديعة نعم الوديعة مثل الأمانة تمام والإجماع وأقوال السلف المغوي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات كما صنع البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم رحمهم الله ثالثا الإجماع أجمع العلماء على أن سنة تفسر القرآن وأنها من أحسن طرق التفسير وأهم مصادره وأهم مصادره قال ابن حزم رحمة الله عليه جاء النص ثم لم يختلف فيه مسلمان في أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ففرض اتباعه ففرض اتباعه وأنه تفسير لمراد الله تعالى في القرآن وبيان لمجمله وقال ابن تيمية رحمه الله اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين وسائر أئمة وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله بالأقوال نحن مدام مرة قول لشيخ الإسلام تيمية أو للطبري ومرة عدة أقوال فأنا أخذ بقول المطلوب بالحفظ قول شيخ الإسلام أو الطبري لماذا؟ لأنهما مرجعان أكثر غيرهما مرجعان ولكن إذا كنت يعني أنا لو الإنسان قدر يحفظ كلهم فبيها ونعمة ما شاء الله بس العمر قصير والطاقة محدودة طب أنا عندي عشر أقوال لم ينأخذ خود المرجعيات الكبرى يعني أنا مثلا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عند جمهوري من تأسى بكلام السلف يعتبر كلامه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مرجعان أما الطبري فهو شيخ المفسرين يعني عندك قول للطبري وقول للقرطبي قول الطبري مقبول عند شراء يعني مثلا قول الطبري مقبول عند الأشاعر والسلفين أكثر من قول أيش القرطبي لأنه قد يقول بعض القرطبي أن القرطبي مؤول القرطبي عليه مؤاخذة كذا خلاف الطبري الطبري الشيخ المفسرين وهو أقدم فإذا كان عندك مثلا أقوال بتلاقي تنظر وين قول الطبري بتحفظه وين قول الشيخ الإسلام بتحفظه لكونهم مرجعية يعني مثلا قال ابن الوزير اليماني ابن الوزير ممكن أنت أحيانا ذكرت له واحد ما يعرفه مين ابن الوزير هذا لا يعرفه أما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أي شخص عنده مسحة من العلم يعرف شخ الإسلام نعم نعم والله على نعم وقال ابن الوزير اليماني التفسير النبوي وهو مقبول بالنص والإجماع رابعا أقوال السلف عند النظر في أقوال السلف التفسيرية نجد أنهم قد اعتمدوا على السنة في تفسير آيات من القرآن ففعلهم هذا دليل كاف على حجية التفسير بالسنة من طريقهم نعم والنظر شؤل المطر يعني العقل والتتبع أحسن الله عليكم وإضافة إلى ذلك الجانب التطبيقي وإضافة إلى ذلك حط مقطين نعم وإضافة إلى ذلك الجانب التطبيقي نعم يعني هي النظر يعني هي الجانب التطبيقي نعم حط الجانب التطبيقي لحالها تفسير النظر يعني لما بحثنا بهذه القواعد نظريا نعم وتطبيقيا نعم نعم فقد نقلت عنهم نصوص صريحة في الاعتماد على هذا المصدر من التفسير ومن ذلك قال مكحول القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن يعني القرآن يحتاج في تفسيره في تفسيري هنا إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن حتى تفسره نعم يعني بدنا نفسر القرآن يحتاج إيش بشدة العلو يحتاج مثلا إلى 80% إلى السنة نعم طب بدنا نفسر السنة لا يعني أنا المادة القرآنية أكثر بلاغة من المادة النبوية نعم لماذا؟ لأن الله تعالى تحدي ببلغة إيش؟ كلامه ولم يتحدي ببلغة كلامه نبيه صلى الله عليه وسلم نعم طب ہیں فكلام الله معجز بخلاف كلام نبيه صلى الله عليه وسلم إذ أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء هل لفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم 100% وأده الصحابة بنفظه وحرفه ولا أده بالمعنى نعم بسأل خلافية ووجه قوي عند السلف أن كثيرا من الكلمات أديت بالمعنى مش كله باللفظ في بعض الكريبات باللفظ ولكن لن تستطيع أن نميز أي هما باللفظ و أي هما باللفظ قالوا وذلك أن بعض الأحداث قد حصلت لربما في حادث واحد وتعديدت في الرئيس يعني أنا ممكن أقول مثلا أحداث إنما الأعمال بالنيات ورعدت رواية إنما العمل بالنيات ورعدت رواية إنما العمل بالنيات فال unemployment سمعه عمر رضي الله عنه مرتين بالله أو سمع من عمر بطريقتين بس بعض الأحداث مثلا أحداث حصلت يوم عرفة في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم هاي متكررت قلة مرة وحدة يوم عرفة بحجة الوداع بهاي الخطبة بعض الألفاظ اختلفت عن الألفاظ طيب انت بتقوله هون اختلفت الألفاظ وهي خطبة وحدة فقالوا كانوا لربما أدوا ذلك بالمعنى بما لا يخلوا المقصود النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله عليكم قال حسان بن عطية طبعا كلمة أحوج إلى السنة يعني مش إنقاص من القرآن ولكن القرآن وأحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن يعني مش معنى أنه السنة لا تحتاج إلى القرآن ليبينها مش معناة إنقاص من قدر القرآن ولكن القرآن أعلى من السنة ما فأنا بدي أسطلة يعني مثل أنا واحد الآن بدي أبسطله شيء باللغة العربية شغ ref 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 refur الآن جاء بحال PERF وجيت له chanjim واجبتت لك بيتين ر�تش تذكر لما كنا نأخذ الشواهد الشعرية نعم أشرح لك إياها باللغة لحتى أفهمك اللغة طبعا طلعا كم بيت من الأدباء مكرم مقرم مقبن وغير مود بورين كجل مود صخرين حتى هش سيلو من أمين هدا مين هدا؟ مين هدا؟ مين هدا؟ ايه عشان البلاغة اللي هناك لا هناك بدون من يفسره فالقرآن مبين فالسنة مبينة للقرآن وليس القرآن مبينة للسنة نعم فالقرآن بحاجة إلى السنة حتى تبينه والسنة ليست بحاجة إلى القرآن لتبينه لأن القرآن أبلغ يعني أنا بدي أبسط السنة مبرح القرآن مستوى أعلى نعم نعم أحسن الله إليكم قال حسان بن عطية كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل عليه السلام بالسنة التي تفسر ذلك نعم يعني هذا دقيق على أن السنة أيضاً وحي ولكنها بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى يعني هل إذا أرد أن يشرع النبي صلى الله عليه وسلم شيء إما أن ينزل جبريل بالقرآن وإما أن ينزل بالتشريع افعل أو لا تفعل أو كذا نعم وقال أبو عمر بن العلاء الحديث يفسر القرآن طبعاً أنت تحفظ أي قول من الأقوال يمشي الحال وإن حفظت قولان فهو جيد طبعاً مع نسبته إلى قائله لماذا مع نسبته إلى قائله أنا جاءت أقول لك قرآن أحواجه إلى السنة واحد حلق مين اللي عليها فيك؟ والله أتذكر من نفسي مرة وهذا وحملها الإنسان وأنه كان ظلوم الجاهل لجهلي سبحان الله أحد الأخوة وهذا أخ مجاز بالقرآن وكان يحفظ جامع الترميذين وعب أردد بعض الأحديث اللي فيه فكان عب أردد بعض العبارات اللي أنا لا أفهم ولا كلمة بس هو ما كان أنا أبيهيب بصياق أنه هو عب يهز براسه وهيك وعب يحفظ كلمتين أو تلك كلمات أقول له ما هو الحكي اللي عب تحكيه هل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأنا لم أفهم أنه لا حديث ولا أعرف شيء إلا لما تعرف أنت نسم تقول النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الهيبة وأيضا عندنا لما أنا أقول لك كلام أقول له شخص لا يرجل يرجل واحدا فعلا أنا أتذكر كثير مسائل خلافية أتكلم فيها مع بعض الشباب يعني مثلا مسألة تلقين الأموات تلقين الميت هل الميت يسمع ولا لا يسمع الأصل نحن نقول الجمهور جمهور السلفين المعاصر أنه لا يسمع جمهور السلفين المعاصر طب قول بعض السلفين بقى أنه يسمع واللي بدعه هذا قول الشيخ الإسلام وابن تيمية وابن يقيم يعمل لهيك برجاء وابن العيمة الأربعة عف عشان هو جمهور معاصرين من شيء غير 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 سابقين فلما تقوله قال الشيخ الإسلام كيف يعمل؟ ما هو أما غيره سهله جدا يقولك بدعة بس صعبا نحن نتجاصر على الشيخ الإسلامي هو أحيى السنة وكذا نعمل بدعة أو قال بدعة نعم أحسن الله عليكم خامسا النظر فقد دل النظر أنه لا أحد لا أحدا لا أحد من الخلق أعلم بمعاني كلامك عفوا أنا أخطأت الجانب التطبيقي عكس الجانب النظري فقال لك النظر أنا فكرتها تام على تحدي إضافة إلى ذلك الجانب التطبيقي أما النظر فهو يعني أنت أقول لك شيء نظري وشيء تطبيقي نعم تمام؟ شو النظري؟ النظري أن نظرت أنك نظرت إلى أقوال السلف نظريا طب تطبيقيا عملوا هالشي ولا ما عملوا هالشي زي ما نحكي نحن بالخلاف بشو بالإسرائيليات لك نظريا أنه نحن ما فينا نروي القرآن بشيء من الإسرائيليات ليلا حتى نفسر القرآن بشيء من الإسرائيليات تمام؟ نروي تفسير القرآن نعم فالتطبيقية لأنه السلف وأن كانوا ننظروا لهالموضوع ولكن تطبيقيا كلهم شو؟ اختلفوا يعني تطبيقيا استشهدوا بالإسرائيليات وهالشي بتلاقيه نحن لقاعدة مهمة جدا أنها أصرف فيها عليها فتنة شو هي؟ ها؟ اللي هي موضوع التفريق بين البدعة وقائلها تلاقي الآن في فتنة كبيرة ظهرت على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب وكذا هذا المشايخ اكبار تمام؟ ليس مشايخ اكبار يعني مثل مشايخ مشهورين كل واحد عنده 2-3 مليون من المتابعين ودقوا ببعض الشباب الطيبة الله يحفظهم يحميون ويهديون وإياهم فالمشايخ مالنش يردوا ببعض هلا يؤخذ من النوى ولا لا يؤخذ من النوى هل يؤخذ من حجر ولا لا يؤخذ من أحداث؟ بعضهم يشتدل بالجانب النظري يعني أنه من أتى بتأويل لا يؤخذ بكلامه وهل كلام موجود عند السلام؟ أنه لو يؤخذ بيأتي بتأويل لبعض الصفات أو عندهم بدعة من البدعة أو كذا لا تأخذ من المتبع تمام؟ الجانب الآخر استدل بالجانب التطبيقي أنه علماءنا كلهم ما زالوا يستشهدون بالنوى يستشهدون بالحجر يستشهدون بالسيوط يستشهدون كذا فهذا الجانب التطبيقي فالفرع بين الجانب النظر والجانب التطبيقي كسر بعض فلابد أن تراعي دائما الجانب التطبيقي ولذلك حتى الفرق بين الجانب النظر والتطبيقي بحياة النبي صلى الله عليه وسلم صار ولا ما صار؟ تفريق بين النظر والتطبيقي صار يعني الخمر شرب الخمر ملعون لما ملعون لعنى في الخمر عشرة حاملها وساقيها المهم عشرة أوتي بصحابي جلد أكثر من خمسين مرة كل مرة يؤتى به ويجلد يشرب الخمر إفل يعني يوم يخرم يروح يشرب يرجع يؤتى آخر شيء مرة هو عبن جلد هو عبن جلد آخر واحد الله يا زلمت أنا تعبت قال له لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك خمسين خمسين مرة لا تلعنوها فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه طب ما هو ملعون بسألك لا تلعنوها نظريا ملعون تطبيقيا ممكن يكون عنده ما هو شيء يشفعله أنه ما تصيبون له عنه فالفرق بين النظر والتطبيق كثير بالسنة حتى التكفير من فعل كذا فهو كافر نظريا تطبيقيا ممكن يكون عنده بانع من موالع التكفير بجاهة إكراهن وهذا الشيء اللي بيمنعنا نحن نكفر كثير من الناس المسلم ما بكفر ليش هو يكفر دغر هيك عشوائية ليه نظريا الحد الذي بيننا وبينهم أصلات فمن تركها فقد كفر بين كفر أكبر وكفر أصبر بس تعامل الصحابة وتعامل التابعين وتعامل من كان بعدهم أو تعامل أيما الأربع أخرين أقول مع تارك الصلاة إنهم ما كانوا كفرون نعم تعلم؟ والتعامل هذا الشيء التطبيقي وكثير من الأشياء تطبيقيا هل فهمها الصحابة هل طبقها الصحابة هل طبقها التابعون هل طبقها العلماء بهذه الطريقة أم لا؟ نعم نعم أسأل الله عليكم خامسا النظر فقد دل النظر أنه لا أحد من الخلق أعلم بمعاني كلام الله عفوا وأيهما أقوى النظر أم التطبيقي؟ التطبيق 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 أهم ليه؟ عشان النظر مجرد تنظير قد يكون تنظير لشيء لا يقع في الواقع وهذا الشيء أنت تشوفه آخر شيء بحياتك هذا مشيها لأطلعنا لشوي لتنمي بشري أنت حطت قوانين للبيت بعد فترة لقيت أنه لا يقل لنفسك ولا جسمك حطت نظرياً نظرياً أنت تكتمشي عن نظام صحي توقل واحد اتنين ثلاثة وبدأ تكتمشي بهذه الطريقة وبدأ تحفظ هالطريقة أنت حطت برأسك كلها وبدأ تحفظ صفحة نعم جيت على التطبيق ايه؟ مش هبتزبط تركبها هيك تركبها هيك قامت ببين معك بعد تجربة شهر شهرين ثلاثة أنه لا أنا بطلع عن نص صبح بالنظام الصحي أنا قلت بدي نمع التسعة على العشرة لايك أنه مع بعض أنا مغرر إليش على اللحداش نعم نعم وكذلك في أمور كثيرة أن النظري شيء وأحياناً ضاع النظري مش أنه ما تطعم أنت حط خطة نظري نعم تطبيقها هيختلف وإن كنت تطبيق عشر بمين بس أنت حاطت شيء تقدر تقيس عليه نعم ترجع له نعم ولذلك حتى بالنحو من الكتب المنتشرة جداً والناجحة بالعصر الحديث كتاب اسمه التطبيق النحوي أو التطبيق الصرفي للشيخ عبد الراجح ما هو التطبيق النحوي؟ قال لك أنه أنت بكثير من الكتب النحو السابقة نظرية عم تاخد أشياء أنت ما تطبيقه يعني مثلاً بالنحو هطيلك إخلولقة إخلولقة السماء وأن تنضر يعني اقتربت السماء يعني إخلولقة قال لك هالفعل أنت بعمله وأنت تستعمله بحياتك كله على بعض فأنا أجأ أروح لحصة للطالب وأنا أقول له إخلولقة وما فتئة بعض الكلمات اللي هي صاحبة جداً ونادرة جداً بتخليه يكره النحو وغير الكلمات اللي هي أو أساساً عم يستخدمها بس ما عرف معناها فأنا أعطيه شوية معاني وأنت يستخدمها الكلمات ووظائف الكلمات أولى معروف أعطيها الأشياء فأقال لك شيء بالمقرر لتبعه شوية للأشياء اللي أنت ما بتطبقها ما بتطبقها بحياتك وحط لك الأشياء اللي أنت بتطبقها الأشياء اللي علاقة بالقرآن الأشياء اللي علاقة بالقرآن قال لك نحط التطبيق تمام؟ إذا أنت شعب تدرس أي مادي تجي نظرياً عم تدرس تجارة أعمال وكذا وهيك يمكن تأخذ المقرر كله على بعضه قديش تلاقيه مجلد هالأد فهو أنت شيء التطبيق اللي أنت ما ممكن يفيدك بحياتك بالقرآن لك أنت بدك تنشئ شركة بتروح أنا هذا من اللي قاعد فيه يعني أنا أخذت كورسات حتى أنا كمان أخذت كورسات في عشر فنون بالشركات عشر فنون يعني مننا التسويق ومننا الإدارة ومننا المحاسبة ومننا مش عارب إيش فمثلاً بالمحاسبة أفوت بكل الأفرق أخذت كورسات بكل أفرق يعني المحاسبة المالية محاسبة الإداريين محاسبة كده وصورة أشوف قوانين الشركات كيف بدك أقنن الشركة وكيف بدك حوكمة الشركات وكذا آخر شيء أنا أشوف شو الشركة اللي عندي أنا اسمها شركة ناشئة يعني أنا وثلاثة ثلاثة جولار تمام؟ يعني أنا إذا بس أعرف منيح هالشي لهانئ أنه أنا أعد المصاري بالآخر يعني ما عدد المصاري اللي عندي وفرت بخسارات ومش عارب إيش عشان أنا عم بدرس كيف بدنا نحط نظام لعدم سرقة المصاري طبعا أنا لو كمشت المصاري حطم أحد نسرق كادات يعني لو كمشت المصاري حطته مش جارور خلصت القصة نعم فأنا حطت نظام من أول يمضي يرجع الثاني لازم تروح تمضي يعمل معاملة آخر شيء عشان يبيعها ثلاثة دولار هاي موجودة بالشركات الكبيرة بتروح على المستشفى مثلا واحد بيمضي والتاني برجع من حاسب والتالي شركة كبيرة تمام؟ فصورت عمليا أنا ما أطبق شيء نعم عمليا من هاللي أنا أخدته كله يعني أنا مثلا فتت مدورة للأمن للأمن المواقع التواصل وأمن اللي مش عارف إيش وكذا وحريص أن الصفحة ما تنسرق وحريص وقته كان الصفحة شو قديش فيها ستمية وستة وسبتين شخص يعني بتولع لأ صدق أنا هلأ حاليا أنا ما عندي مشكلة بتولع الصفحة بس فعليا أنوا أنا عاعد عبد أدرس لشيه اي، ما تطبيقيا التطبيقيا ما عد ما تستعمل أو أحيانا ممكن تُروع حياتك بأشياء تطبيقيا أنت يمكن تُمرق عندك يعني حتى تُروح على فضول العلم على بعض المسائل اللي انت ما تمرق معك يعني مثلا مان نفرض Again مثكتب الفقه كتب الفقه فتنة بإيش كتب الفقه القدامى أنا عامكم بالحدود وكذا وصلت أو غير اللحدود بأحكام الإماء والجواري طيب تفصل فيها وخلاف العلماء وكذا ايش نعم مين إماء وجواري نحن 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 الإماء وجواري تمام عم تروح حياتك هيك كلها طيب بذلك مثلا في عدد كتاب الفوق الجميل المعتمد في الفقر الشافعي شو قال لك فيه قال لك أنا كل شي مع من طبقه هلأ بعصر نشلته ما حطته بدك تتوسع فيه توسع أنا أعطيك المعتمد ففيه الأشياء اللي خلص انقرضت ما بطل تستخدم بعصرنا ما بحط الله فيها أنا أعطيك بعض النظريات الآن اللي سابقا كانوا يستخدمونها مثلا بالأسفار وسابقا يعني أنت مثلا بالثورة الصناعية الآن الثورة الصناعية بطل موضوعا لخف المرقع اللي أنت تيجي تلفه مين هلأ بعد مثلا عموما يلبس خف إلا ببلادنا فأنا أجي توسع لك من موضوع الخف نادرا والخف الآن غير الخف السابق نعم يعني أنت خف بسحاب أم تعمل كافي خف بسحاب ما هو أدول بعض المعلماء قالوا يشترق أن يكون صعب الانتزاع ألا وزد فلطة الصناع كثير أشياء صارت تختلف فأنت تفرق بين النظري والتطبيق هاي شي مهم لا تخدم نهجي بحياتك نعم أحسن الله عليكم أيها إن شاء الله فقد دل النظر أنه لا أحد من الخلق أعلم لا أحد لا أحد من الخلق أعلم بمعاني كلام الله تعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم قال الطبري رحمه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعاني وحي الله وتنزيله وتنزيله فقال رحمه الله ولا أحد أعلم بما عنى الله تبارك وتعالى بتنزيله منهم عليه السلام يعني أنت أيها قول تأخذ منهم لتنين للطبري أي قول تحفظه بشكله عند قولين للطبري واتنين متشابهين تقريبا وإنما العالم لما يحط لق قولين بيكون عم بدعم نعم بدل عمود عمودين بدل شاهد شاهدين نعم أن تظل أحدهما فتذكر أحدهما الأخرى نعم نعم والسنة مع القرآن موافقة أو مفسرة أو مفسرة أو مفسرة مفسرة نعم يأما أن تجي السنة موافقة للقرآن أو مفسرة أو زائدة نعم رابعا أحوال السنة أحوال السنة مع القرآن والسنة مع القرآن موافقة أو مفسرة أو زائدة السنة لها مع القرآن ثلاث حالات الحالة الأولى أن تكون موافقة مما في القرآن كما في تحريم الزنا فقد جاء به القرآن في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وجاءت السنة موافقة ومؤكدة بهذا التحريم نعم الحالة الثانية أن تكون مفسرة أن تكون أن تكون مفسرة كما هو الحال في كثير من الأمثلة الحالة الثالثة أن تكون زائدة ومثالها الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فإنه زائد على المحرمات المذكورات في القرآن في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم وربائبكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ومثالها أيضا تحرم لحوم الحمر الأهلية ما معنا الحمر الأهلية؟ نحمر العالي نحمر إما نوعين إما أهلي يعيشوا بين الأهالي وإما وحشي الوحشي يؤكل مظلوط أما الأهلي لا يؤكل أحسن الله عليكم فإنه زائد على ما جاء محرما في القرآن في مثل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه وجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والذم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب خامسا أقسام بيان السنة للقرآن طبعا ليه ذكر هذا لأنه من بعض العلماء أو بعض المنتسبين للعلم كالقرآنيين ونحو ذلك يقولون لا نحرم إلا ما في القرآن نعم طيب بتقول له أنت محرم لا الحمر محرم وقال لك يقول لا أجد في ما أمحي عليه محرمها إلا أن يكون ما يتبعو دا مصفوحا أو لحم خنزير طب هذا لا يهود لحم خنزير ولا دا مصفوح ولا كذا الحمر حلال منص القرآن تقول له لا السنة زائدة هنا عن القرآن بالتحريم نعم فيقول نحن لا نحرم إلا ما في القرآن لا من القرآن ألا أني أتيت القرآن ومثله معه وكثيرا الأشياء المحرمة أو المباحة أو المنسوخة بالسنة يرفضونها تقول لك لا لن تعرف أنت هالقاعدة هالأصل أنه قد تكون السنة زائدة عن القرآن مثلا مثلا الصلوات أنت السنة أنت ما عرف عنديش صلوات كيفيتها وهيئتها السنة بيانتها أحسن الله عليكم خامسا أقسام بيان السنة للقرآن وبيان السنة للقرآن عام ومنه بيان الصلاة ومقادير الزكاة وتفاصيل الحج ينقسم بيان السنة للقرآن إلى قسمين القسم الأول البيان العام حيث جاءت السنة ببيان كيفية الصلاة وأوقاتها وأنواعها ومقادير الزكاة ومقادير الزكاة وأنصبتها والصيام وأحكامه والحج ومسائله ونحو ذلك ويعد هذا البيان من تفصيل المجمل الوارد في الآيات قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم قال الشافعي رحمه الله كما كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن وقال الشياطبي السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه فأنت إذا تأملت موارد السنة وجدتها بيانا للكتاب هذا هو الأمر العام فيها القسم الثاني البيان الخاص وخاص وهو نوعان الصريح من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره بيان السنة الخاص للكرآن نوعان النوع الأول الصريح وهو أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفسير الآية أو يكون الحديث صريح الدلالة في التفسير والصريح قد يكون من قوله صلى الله عليه وسلم ومثال ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ثم قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي فهذا نص صريح من قوله صلى الله عليه وسلم في التفسير التفسير قسامي هذا بالرمي الصواريخ وقد يكون التفسير صريحا من فعله صلى الله عليه وسلم ومثاله عن جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه ثم وفيه ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت قال جعفر بن محمد فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون الحديث ففعله صلى الله عليه وسلم تفسير صريح لمقام إبراهيم ولمعنى اتخاذه مصلى واضحة نعم وقد يكون التفسير صريحا من تقريره صلى الله عليه وسلم ذكر لك مثال على القول وعلى الفعل والآن على التقرير نعم ومثاله في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن نجد أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجرة على إصبع والماء والثرة على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم بعض أهل البدع يقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم استغرابا من قول الحبر ولكن النص تصديقا لقول الحبر نعم أي تقريرا نعم ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فما في كلام الحبر تفسير للآية بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ودل على الإقرار سبحان الله نبرة كيف تفرغ المعنى أنت طلعت معك نبرتك فما في كلام الحبر تفسير للآية هي فما في كلام الحبر تقرير للآية فما في كلام الحبر تفسير للآية يعني طلعت ما نافية وهي ما إيش آه مش نافية ما ببعنى الذي اسم وصوله نعم نعم يعني هنا فالذي في كلام الحبر تفسير للآية هذا المعنى نعم فما الذي تفسير للآية بإكرار النبي صلى الله عليه وسلم ودل على الإكرار ضحكه صلى الله عليه وسلم قول ابن مسعود رضي الله عنه تصديقا لقول الحبر أنه لم ينكر عليه ولو كان ما قاله خطأا لرده عليه حكم هذا النوع ولا يجوز العدول عنه فإذا كان نصا صحيحا ثابتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان صريحا في الدلالة على تفسير اللفظة أو الآية لم يجوز العدول عنه إلى غيره فإذا كان نص صريح لا يجوز أن نعدل يعني نترك قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره بالتفسير وقد يكون تفسيرا بالمثال أو بجزء المعنى وإذا كان تفسيره صلى الله عليه وسلم بالمثال أو بجزء المعنى فهنا يدخل معه غيره في تفسير الآية مع ملاحظة وجوب اعتماده تفسيرا أصيلا مقدما يعني إذا ما كان كالمثال كيف؟ يعني أحيانا حيبين فتفسيره صلى الله عليه وسلم له ثلاث صور هاي هون الضبط تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآيات له ثلاث صور الصورة الأولى صور التفسير الصورة الأولى أن يكون تفسيرا بالمثال أو بجزء المعنى نعم ومثاله قوله تعالى وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل والكمأة نوع من أنواع بتلاقي عند العطار نوع من أنواع الصمغيات لتخرج على الأشجار نعم قال الزجاج وجملة المن ما يمن الله سبحانه وتعالى به مما لا تعب فيه ولا نصب الزجاج إجا للغة للغة شو المن ما منمنا عليك بدون تعب فقالوا المن كل شي بيطلع على الأشجار بدون تعب فيدخل منه الحلوى التي تكون على الأشجار والمن الذي يكون على الأشجار والكمأة تدخل قالوا هذا نمج الصلاة فسرها بالمثال مش حاصرها نعم فقال الكمأة من من للطبعيد من المن نعم قال السعدي وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب ومنه الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذلك تمام فهذا منه صلى الله عليه وسلم بيان لبعض أفراد المفسر فالمن يشمل أشياء كثيرة من جملتها الكمأة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من المن من يعني هي للطبعيد نعم وحكم هذه الصورة نعم أعلم أبو العبد لك ما حكم هذه الصورة أنه يجوز أنه يجوز القول بالأقوال الأخرى ما دامت صحيحة إن إذا ورد أقوال أخرى على موضوع فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالمثال فيجوز أن تأخذ إيش بالأقوال الأخرى والآية تحتملها وتدل عليه مع التأكيد على أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به بل هو التفسير المقدم وغيره داخل معه في عموم الآية واضحة نعم إذا فصل النبي صلى الله عليه وسلم بالمثال تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالأساس بس فينا أخذ كبا بغيره طالما ما فيه تعارض مير مير الصورة الثانية أن يكون تفسيرا بالمطابق ومثاله قوله سبحانه وتعالى وقرآن الفدر إن قرآن الفدر كان مشهودا عن أبي هراءة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وقرآن الفدر إن قرآن الفدر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار نعم ولكن هون إ أنت هت worrying مطابق ما معنى التفسير المطابق ومثاله أيضا قوله تعالى أدخلوا الباب سجدا وقوموا حطة عن أبي هروة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعِيرًا يعني ادخلوا الْبَابَ سُجَدًا كيف دخلوا؟ أعدوا وجروا حالٌ هيك نعم ادخلوا انت انت طراثك يعني لبما مشارك تزحف عوجة وإنما ستجد هو الإنحناء نعم والطراثك يخلوه على الله سبحانه وتعالى بحالة المنكسر وادخل او شو انها عملوا؟ أعدوا يعني تخيل ادي الشيء المطلب بسيط ادخلوا لبما سجر ام لا دخلوا على أستاهيهم مؤخرة الإنسان أعد عليها وزحف وقلوا حطة يعني يا رب حطة عنا زنوبنا وهم كانوا يتلعبون بالألفاظ كثيرة فقالوا حنطة في شعيرا وحكم هذه الصورة أنه يجب تفسير الآية به دون غيره ما دام ثابتا وصريحا في التفسير تمام؟ ما فيك تطلع أنت عنه قلوا حطة هيك معنا حطة تمام؟ الصورة الثالثة أن يكون التفسير محتملا للأمرين يعني هل نبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من بياني المثال؟ ولا قال نبي صلى الله عليه وسلم أنه خلط حصرها حصر فهنا قسم يتردل فيه نظر المفسرين واجتهاداتهم فمنهم مين يجعله تفسيرا للآية بمطابقها وكل معانيها؟ ومنهم يجعله تفسيرا بالمثال أو جزء المعنى؟ فهون يختلف ومفسرون بأي قسم نحطه؟ هذا قسم الثالث صار مختلف فيه هل مثل كمان وشاهد ومشهود؟ نعم، هل نبي صلى الله عليه وسلم أعطيك أنه مثال؟ أو اللعبة فصل لك يا مي بمي مطابق؟ مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ عن أنسى رضي الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي أنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم فقال إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل وعليه خير كثير قال فهذا التفسير النبوي للكوثر بأنه النهر الذي أعطيه لا في خطأ هنا ضمن على العين تابنه معه؟ لا أعطيه أعطيه في الجنة هل هو التفسير بالمطابق فالكوثر هو ذلك النهر والحوط العظيم فقط؟ أو هو تفسير لللفظ ببعض أفراده فيكون الكوثر الخير العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ذلك النهر؟ كلا الوجهين محتملا يعني هل الكوثر فبس هو النهر؟ ولا الخير الكثير؟ قال وبكل واحد منهما قال بعضهم مفسرين فمن هذا أن يكون محتملا؟ فذهب جمع من المفسرين إلى أن الكوثر هو النهر للأحديث الوريدة في ذلك قال ابن جرير الطبري وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي قول من قال هو اسم النهر الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وصفه الله بالكثرة لعظم قدره نعم؟ نعم وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصواب لتتابع الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك كذلك قلنا أن أولى الأقوال لأن كثير من أخبار نبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عنهم وقال ابن جرير رحمه الله ثابت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلا بعدل عنه ثابت تخصيصه بالنهر في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلا بعدل عنه فذهبوا إلى أنه مخصص تفسيرنا صلى الله عليه وسلم خصصه وذهب بعض المفسرين إلى أن الكوثر هو الخير العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة لأن الكوثر فوعل من الكثرة فوعل أنصيغته فوعل ومعنى الخير الكثير روى البخاري عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه قال أبو بشر الراوي عن سعيد قلت لسعيد بن جبير فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه قال ابن حجر وحاصل ما قاله سعيد بن جبير أن قول ابن عباس إنه الخير الكثير لا يخالف قول غيره إن المراد به نهر في الجنة لأن النهر فرد من أفراد الخير الكثير ولعل سعيدا أو مع إلى أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه وقال ابن كثير وهذا التفسير يعم النهر وغيره يعم النهر وغيره لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير ومن ذلك النهر كل هذا مثال إنه أعطيناك الكوثر هل مراد به فقط ابن جريد بالطبع لك بس لا معدل عنه ابن حاجة لك لا معدل عن إيش عن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم غيره قول ابن عباس وسعيد من جبير أنه هذا على سبيل المثال وهو جزء من بعض أفراد الخير الكثير قالوا المقصود هنا أنه قد يأتي في التفسير النبوي ما هو محتمل لأن يكون تفسيرا من المطابق أو تفسيرا له ببعض أفراده وحكم هذه الصورة أنه يزغل اجتهاد فيها والأخذ بما يترجح للمفسر من القول بأن التفسير بالمطابق أو بالمثال وجزء للمعنى النوع الثاني الاجتهادي قلنا نوع الأول إيش قبل نرجع عشان نربطه النوع الأول الصريح الآن النوع الثاني الاجتهادي دائما فتش أنت على هو نوعان البيان الخاص الاجتهادي وهو كان من الاجتهادي المفسري في بيان معاني القرآن بالسنة سواء كان المفسر من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو من جاء بعدهم من العلماء والمصنفين يعني لما تقول مفسر ولو جاء من عشور من المتأخرين ولو من كان بعده ولو شغل السيمين رحمه الله ولو عالم معاصر من الأحياء مثال ذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله سبحانه إلا اللمم الذين يجتربون القبائر الإثم والفوحشة إلا اللمم قال ما رأيت شيء أشبه باللمم مما قاله أبو هريض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزن العين النظر وزن الليسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه فالنبي صلى الله عليه وسلم لمفسر الآية في هذا الحديث ولكن ابن عباس رضي الله عنهما اجتهد في حمل الآية على هاتف الحديث وبيانها به يعني شو جاء ابن عباس قال لك لم أجد شيء أشبه بمعنى اللمم من حديث من حديث أبي هريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا التفسير بالسنة هو اجتهادي ولا منه اجتهادي خلاص صريح اجتهادي اجتهادي فقال لك هذا مثاله طب حكمه هنا نحط أنت دائما موضع الشاهد ما رأيته أشبه باللمم اجتهد كلمة أشبه باللمم اجتهادي تمام ما رأيته أشبه باللمم مما قالها ابن عباس صلى الله عليه وسلم ومتوب مما أشبه مثال ذلك كماشت مثال ذلك نعم قال لعباء إلا اللمم قال ما رأيته شيئا أشبه باللمم نعم طب حكم هذا النوع وحكمه حكم تفسير قائله أي أن تفسير القرآن بالسنة إذا لم يكن صريحا في التفسير وإنما كان اجتهادا من المفسر في حمل الآية على الحديث وبيانها به فله حكم تفسير هذا القائل فإن كان صحابيا فهو من تفسير الصحابة وإن كان تابعيا فهو تفسير التابعين وإن كان تفسيرا لأحد العلماء فهو قول له وهكذا ويكون درجة قبول ويكون درجة قبوله حسب بحسب ما يحتف به من القرآن وصحيح ثلاثة سلامته من المعارض أنت جبت حديث صحيح وكذا بس في معارض لإله إما معارض بنفس القوة أو أقوى يعني في قول آخر وسلامته من المعارض كما يؤثر في درجة قبوله طبقة قائله يعني هذا شيء تلك أول شيء أول شيء حديث أو تفسير صحيح صحيح وصريح سلامته من المعارض اثنين طبقة يعني أنا مثلا ما بجمع بحط الصحابة قول قول بن عباس أو بن مسعود مقارنة مثلا لقول مثلا القرطبي لا هناك درجة الأولى أقوى فتفسير الصحابة ليس كتفسير التابعين وتفسير التابعين ليس كتفسير المتأخرين ونحوه ونحو ذلك سادسا أوجه تفسير القرآن بالسنة من أوجه من أوجه ومن أوجهه إضاح المعنى المفردة وبيان المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق وتبعين وتعيين المبهم وإضاح المشكل لتفسير القرآن بالسنة أوجه متعدلة ذكر الماتن بعضها ولذا قال ومن التي تفيد التبعيض وهي إضاح معنى المفردة مثال ذلك قوله تعالى وكذلك دعلناكم أمة وساطا على بيسعى الخضر يضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقول لأمته هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله جل ذكره وكذلك دعلناكم أمة وساطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط العدل الله أكبر يعني هذا من أجمل الأحديث بمعنى وسطية أو تسير وكذلك دعناكم أمة تكونوا شهداء على الناس على باقي الأمم يعني أمم نوح عليه السلام ستنكر أن نوح بلغهم فيقول الله هل بلغت فيقول نعم ما يشهد لك فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أننا نشهد أنه قد بلغ ففي الحديث بيان معنى مفردة وسطا والوسط العدل هاي آخر حديث كلمة والوسط العدل يوجع لكم أمة وسطة شو يعني وسطني أنا مش بنص الأمم بالعمر الزماني وإنما معنى إيش العدل قال أوسطهم قال أعدلهم اثنين بيان المجمل مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر لها عن أبي ذر نضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وهذا الحديث أصد في الإيمان بالغيب وأن عالم الغيب وحساباته تختلف العلماء عن عالم الشهادة وحساباته يعني أنت الشمس الشمس فعليا هلأ تغرب ولا لا تغرب فعليا الشمس تغرب ولكن فعليا هل تختفي عن الكرة الأرضية 24 في شمس تمام قال بس هي أول آخر بالمجرة تبعيدنا مش هتروح تختفي هذا الحديث يخالف هذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجع من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها فذلك تقدير العزيز العليم طيعة الشمس الآن كل يوم لما تغرب طب هي تغرب عننا غير لما تغرب عن غير ما خاصنا عالم غير حساباته غير حساباتنا الكيمياء والفيزياء تبعيتنا هي لأينا بلا نشرب نشرب مليضة أما بعالم الغيب أمور الكيميائية والفيزيائية غير فتنتقن من مكان إلى مكان بطرفة عين طب ما عننا قال فالمشتقر في الآية مجمل بيانته السنة وفي قوله سبحانه وتعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات فالباقيات الصالحات مجمل بيانته السنة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة تخصيص العام مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى وأحل لكم وراء ذلكم بعد ذكر المحرمات من النساء فهذا عام خصصه قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ومثاله أيضا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فلفظ الأولاد يشمل جميع الأولاد ولكن السنة خصصت الولد الكافر فليس له نصيب من والده المسلم بقوله صلى الله عليه وسلم لا يريث المسلم لا يريث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمة الآية بيقول لك أي أب بيورث إيش بيورث ابنه قال لك بالسنة لا لا لك الكافر ما خاصنا نحن فيه مش من جمعتنا تعام هذه التخصص العام تقييد المطلق مثال ذلك قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أودين ذكرت الآية الوصية المطلقة وجاءت السنة بتقييد هذا الإطلاق بما كان دون الثلث عن سيد أبو قصر رضي الله عنه يعني أنت فيك توصي الآية تقول لك من بعد وصية يوصي بها وصيتك فيك تحطي من مكان تمام والسنة جاءت بالتقييد ذلك عن أديش بالثلث فقط فيك توصي الثلث ما لك الماء للورث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يريثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي فقال لا فقلت بالشطر يعني نصف فقال لا ثم قلت بالثلث قال والثلث كبير أو كثير تصدق بس بالثلث بعد ما تموت وثلثين لابنتك أو لا أولادك ومثاله أيضا في قوله سبحانه وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فهنا أطلق القتل في الآية وقيده النبي صلى الله عليه وسلم بكونه خطأ وقتلت نفسا يعني خطأ مش عمدا ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرناء الشيطان وأنتم يضربوا وعضكم رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله سبحانه وتعالى أو فقال الله عز وجل له وقتلت نفسا فرجيناك من الغم وفتناك فتونا خمسة تعيين المبهم مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصوها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلا كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم لعلهم يتذكرون ثاني عن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها شو يعني تحات يتساقط يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت خطائهما كما يتحات ورق الشجر يتحاتك بيقع ساقط قال ولا 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 قال لا هل ولا 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 خطأ بطبعي تعلموه نول وهي ولا واحدة كل هلولايات مهما خاصة تمام ولا ولا شاهدت اللي ولا ولا بس واحدة ولا ايه بس واحدة يعني بشت بطنان ايه هذا بيكون العباك طبع عباية لابن ولا 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 قال ولا تؤتي أكلها كل حين لا في غلط اساسا ما في ولا ولا منهم وتؤتي أكلها كل حين كيف كيف لا تستقيم المعنى ولا تؤتي أكلها كل حين نعم يعني أخبروني كالرجل المسلم لا يتحات ورقها وتؤتي أكلها كل حين قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أن أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم فلما لم يقول شيئا قال رسول الله عليه وسلم هي النخلة وهذا من الأدم أحيانا سؤل ومن هو أعلم ومن هو موجود يلتزم الصوت وإن كان يعلم إجابة أدبا وفقا أن تكلم فلا بأس لأن ابن عمر قال لعمر قال وددت لو أنك تكلمت وليس من الملك كذا وكذا يعني أنت لو عارفت وحكيت به المجلس وقالت له ما هي وهذا الأثر عن عباس فعن عمر قال لو تكلمت يا ليتك حكيت كنت شفت حاله أنه ابني والله هو اللي كمشى قال فقد فقد استدل بالحديث على أن المرادة بالشجرة الطيبة في الآية هي النخلة فأنت موضع الشاهدون علموا شو مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة شو هي الشجرة الطيبة النخلة بالدليل تؤتي هي النخلة لأن الله سبحانه وتعالى قال عنها تؤتي غلا كل حين وقد ورد هذا التعبير في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثاله أيضا عن أبي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت علينا سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو نازيز حكيم قال قلت ومن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يراجعه حتى سأل ذلك حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء إضاحة المشكلة يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنا إيش وآخرين منهم أنه سلمان الفارسي ومن أسلم من الفارسيين أو من العجم وآخرين منهم منهم يعني آخرين من الصحابة لما يلحقوا بهم يعني ما لحقوا لحقوا بإيش بالصحابة ليسوا من المهاجرين وليسوا من الأنصار يعني ليسوا من أهل مكة والأهل مدينة من أنه؟ مثل سلمان الفارسي وصحاب الروم وغير ذلك قال يضاح المشكلة أنا أعيش ترضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك قالت قلت يا رسول الله جعلني له فداءك أليس يقول الله عز وجل فأما من أتي كتابا بأمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب عذب وهذا معنى بيناه سابقا بالفرق بين أيش بين العرض بين كشف الحساب وبين النقاش بالحساب تمام فيعرض العمل علي إذا نوقش نعم قال فأوضح صلى الله عليه وسلم الإشكال في معنى فسوف يحاسب حسابا يسيرا أنه العرض وأما من نوقش الحساب فقد هلك ومثاله أيضا في قوله تعالى يا أخت هارون عن المغيرة من شعبة رضي الله عنه قال لبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا قال فلما قدمت على رسوله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم تمام نعم مضحط الفكرة يعني يا أخت هارون يعني منا أخته أخته وإنما أخت سميت أخت هارون ما نبينان إيش كما يقال لنا يا أبناء محمد وعنه نحن بالنسب لا نرجع لنبيس وصالح بعضنا لا نرجع لنبيس وصالح ولكن نحن هو أدباعه على ديانته نعم فيا أخت هارون يعني يا من اتبعتيه في موضوع التنسك وكان هارون موضوع الرهبنة موضوع العباد التعبد والأمور الدينية محصورة بالأصباط عند هارون من 12 صبط في صبط منهم كان للمشايخ المشايخ والعباد مين عند هارون فصبط للسياسة وصبط عند هارون فقالوا يا أخت هارون انت تشبهت بالنبي هارون بإيش؟ بالعبادة من نسل سيدنا هو مشارك لا بالنسله انت تشبهت بنبي بني إسرائيل موسى عليه السلام كيف لما انت واحد يأتي تغلط غلطة لما تغلط غلطة ما ينسبوك؟ ينسبوك إلى عملك فشو يا ملتزم الشيخ يا صلوات خمسة بالجامع يا حفظ القرآن المنتقبية ماذا يا نقاب؟ نعم طيب هني شو إذا واحد أبدي لومك انت على اعتقادك وأنت عملت شغلات شو يا ابن تيمية جماعة ابن تيمية هك معلمكم ابن تيمية طيب شو يا يا أخت هارون انت عم تتبع هارون عليه السلام يعني أمبياء بإن إسرائيل بس من عرف بموضوع التعبد والتنسك والديان مين؟ هارون عليه السلام أكثر من سيدنا موسى موسى عليه السلام تشريع يعني يؤتى إليه بالتشريع نحياناً يعني عنده تنسك وتعبد ولكن سبحان الله كل نبي مشهور شو هو اشتهر بشيء نعم فبالتنسك والتعبد والشريعة وحفظ الشريعة كان في صبت بني إيش بني هارون نعم تمام؟ لهم ينسب موضوع الديانة زي ما تلاقي انت بعض السلام يعني مثلاً إذا انت لا تريد للشدة والقوة بالخلفاء الأربع المين؟ عمر عمر رضي الله عنه بالرقة سيدنا أبو بكر بكر رضي الله عنه مع أنه أبو بكر عنه مواقف كان فيها أقوى من عمر بس يضرب فيه المثلة إيش؟ المجموع يعني لما لما متنبه صلى الله عليه وسلم طلع عمر قال من كان يقول له أن محمداً قد مات لأضربن عنقه قال أصمت يا عمر تخيل أنت الموقف رجع بعد شوي والله إلا قد رفعه الله ولا يرجع عنا فتضرب أعناق أصمت يا عمر من اللعب سكته؟ عاد رجع طلع على الممبر من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الوافة هذا الموقف ما وقفه بكر لما أراد أنه يقاتل مين؟ ما وقفه عمر هذا الموقف ما وقفه عمر لما أراد أن يقاتل المرتدين ارتده قبل الخوارج اه 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 فهي عندك أول ما متنبشي صلى الله مرتده العرب أجعل لك مدداء حاربهم ايه ايه شو مددك حاربهم؟ قال لهم طب بس مثلا حتى نشمع الدولي نحن تحوالين قال له بحاربهم للمرتدين طب ما بد يحارب؟ نفس الوقت نفس الوقت مرتدين وفيه مانعي الزكاة عندك ناس ارتدوا بالكلية وفيه مانعي الزكاة قرر يحاربهم قام عمر رضي الله عنه قال مع من تقاتلهم؟ شو قال له؟ مين معاك؟ لا حتى تقاتلهم من نص العرب ارتدوا اكثر من نص العرب مع من؟ قال وحدي حتى تنفرد سالفتي حتى ينقطع راسك يأتي ضربة يوم تنفرد سالفة ما يعني؟ يأتي شيء يقصلك راسك نص يوم فالسالف يهيلي عندك لحالة تكون فهي موقف عمر رضي الله عنه قال فما هو الا ان شرح الله صدر أبا بكر حتى شرح الله صدر الأبر خلص أبا بكر هذا ولي الله هذا صديق فسبحان الله بتلاقي انت كل واحد تميز الحيي عثمان طبعا أبا بكر وعمر بكر ويتحوه؟ ملا بس هذا يضرب فيه المثل بايش؟ زاد هذا الامر وزاد الحديث تعرف انه نحن البشر لن تكون عندك صفات من كل الجوانب مهما فعلت تطغى تطغى عندك صفة صفتين مع انه عندك الصفات الثانية والله أعلم أكيد نعم سابعا أحوال تفسير تفسيره صلى الله عليه وسلم القرآن الآن الأحوال نعم قال وتفسيره صلى الله عليه وسلم القرآن ابتداء أو جواب لسؤال أو حل لإشكال أو إقران لقول أو فعل أو تأويل واحد تفسيره صلى الله عليه وسلم القرآن ابتداء يعني هذا بدون سؤال بدون شيء مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم يفسر قال وهذا الوجه يريد كثيرا بالنسبة لباقي الأوجه نحال النبي صلى الله عليه وسلم أبدا من الصحابة يسأله وهذا أكثر شيء فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية وتفسيرها دون سابق سؤال أو استشكال ومن أمثلته ما رواه أبو هرائي ترضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل أدخلوا الباب سجدا وقلوا حطة فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعيره وإما يلحق هل سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مباشرة فسره النبي صلى الله عليه وسلم وإما يلحق بهذا الوجه أن تساق الآية على وجه يشبه أن يكون استشهادا على أمر يذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك تفسيرا للآية مثال ذلك ما جاء عن أباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشورون حوفاتا عراتا غرلا ثم قرأ كما بدأنا هو لا خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين الحديث فحشرهم على هذه الصفة أو قال فحشرهم على هذه الصفة هو بيان منه صلى الله عليه وسلم معنى الإعادة المذكور في الآية مع أنك تجد أن سوق الآية هنا فيه ما يشابه الاستشهاد على المعنى المذكور في أول الحديث سوق الآية سوق الآية طيب ماشي. بابا هلا ما فينا اطبارك انا درس. طيب شننزل طيب اثنين تفسيره صلى الله عليه وسلم الآية جواب لسؤال من الصحابة اول نوع قلنا شو مباشر قبل ان يسألوا احنا بس يفسر النوع الثاني تفسيره جواب لسؤال من الصحابة وهذا يدلك على اهمية السؤال اذا كان فعلا للعلم بعض المعلماء انا كنت عم اسمع له بالتفسير روح اول محاضرة مش روح فادي ليش الواحد يسأل يعني كان يجيب كان يفسر وهذا مبحث مهم جدا لو الواحد لازم اذا الواحد متفرغ يبحثه ويقرأه موضوع القدر موضوع القدر وهو هو من المسائل الشائكة الان عندي انا عندي الى الان كيف شائكة شائكة تاصليا اذا اجي واحد مفتدر بموضوع القدر لا استطيع ان ارد عليه الان لان احتاج ان ادعم كلامي بكلام اهل العلم وما دمت لا اعتمد على اركان قوية من كلام اهل العلم لا استطيع نتكلم تمام؟ وإنما أؤمن به إيماناً إجمالياً. طبعا الشيخ الإسلام رحمه الله إذا أنا بعض الإسلام هون عندي ها؟ نحطه هون. المجلد الثامن يتكلم بس من مجموع الفتاة. مجلد كامل عن القدر. ما تؤمن القدر خيري وشري. ففيه عدة أسئلة الشيخ الإسلام ورد على أهل بداع. وبقول لأساساً كل أهل بداع تظلوا من موضوع القدر. الكل. في عدة رسائل فعب يجاو على سؤال طريح على الشيخ الإسلام. ولكن بقول لك شوف العلم عن طلاب بشيخ الإسلام كيف يطرحوا طريق السؤال. وفصل لك ليش السؤال وقديش أهميته. ويمتعل السؤال بكم محرم. ليش فيه لما إجا صبيق أكل بدا. طرف صبيق. صبيق هذا إجا واحد على المدينة. فبلش يسأل عن إيش عن متشابهات القرآن. أرأيت ذروة. ما هي. فالحاملة يقرأ. ما هي. وسؤاله سؤال تعند. هاي الرياح وهي الرياح وهي الرياح. الرحمن على العرش استوى ما هي. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه. قال يعني فأخذ يسأل الله سبحانه تعالى أن يظفره به. فوهو يسر في الطريق إذا قال فوجده. قال إني أسألك عن شيء في كتاب الله. قال يسأل. قال رأيت الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال له ومن أنت؟ قال له أنا عبد الله بن عمر. وكان مع الدرنا. طعا هيك. طج يا. بس رأسه. حطوا فأعوا بدن. سحبوا من تحت إيده سحب. عبا موت. حبسه. تاني يوم طلعوا من الحبس. اجل عنده. أول ما شف حطوا طج البدن. تالت يوم حبس. تالت يوم طلع حطوا طج البدن. رابع يو قالوا يا أمير المؤمنين. والله قد ذهب ما كنت أجد. ما هي موضوع المتشابهات لبس للسؤال. مش للاستثار. سؤال بس لتشكيك. راح. قال فإن كنت تريد أن تقتلني فقتلني قطرا رحيما. يعني بدأت تقتلني خلاص قطلني. يعني شو كل شو ما بتدرة يعني. ودرة عمر واشارب ايش. واطلع معنا. انه والله لازال لازال اثر الدرة في رأسي والله ما باطلع. والله ما غصب. خليتهم. فهي امتلا بيكون السؤال سؤال تعنت. ليس سؤال الاستفسار. سؤال الاستهداء. اما في غير ذلك فقط سؤال نبي صلى الله عليه وسلم ما هو اعظم. ذلك ما اجاب. ومثال ذلك ما جاء عن عباس رضي الله عنهما. قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انكم محشرون عفاة عراة غرلة فقرأ. قال لا تحت سلمة. عن ابي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. الله واكبر. وذكرنا الاثر ايش. اللي التفصيل فيما سبق. ومثاله ايضا عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الاية. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. قلنا يا رسول الله هذا السلام قد عرفناه. كيف نصلي عليك؟ قال تقولون اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد إنك الحميد المجيد. وصلي علينا معهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك الحميد المجيد. وبارك علينا معهم والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته من حفظ الصيغة. في ست صياغ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من الصياغ الجميلة لأن فيها وبارك وصلي علينا معهم وبارك علينا معهم. فتشمل نفسك بإيش؟ بالدعاء. ثلاثة. التفسير ليحل إشكال في فهم الآية. مثال ذلك ما ورد عن عدي رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتمين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض خيط أبيض خط أسود. حطواه قدامه. فجعلتهما تحت وسادتي. فجعلتهما أنظروا في الليل فلا يستبين لي. فقدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. يعني حط الخيط يأكل ويأكل 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 ويأكل. طلع الضوء بعض وممجل للخط الأول والخط الأسود. فهذا تفسير إيش؟ مشكل ففسره النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة تفسيره صلى الله عليه وسلم يكون من باب الإقرار لقول أو فعل ففي هذا الوجه يجري بيان الآية في كلام غير رسول صلى الله عليه وسلم ويقره على ذلك وقد يكون هو صلى الله عليه وسلم من يسوق الآية فمن هذه الجهة كان تفسيرا منه صلى الله عليه وسلم إذ سنته قد تكون بالقول والفعل وبالإقرار كما مره معنا وهذا النوع قليل الورود في السنة مثال ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشغر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون نفس الأثر الذي مره معناه ومن جميل ما يفعله المصنف أنه يريد نفس الأثر حتى ترسخ في الذهن ومن أمثلة على إقراره الفعل المثال الأول من أمثلة إقراره للقول قوله تعالى في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال عمرو بن العاص احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل وهذا يدل على أن الإنسان قد يحتلم في المواضع الصعبة لذلك الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر غزوة بدر شو؟ دغفيو خمسة دائية عشر دائية أنت واحد نطر العدو كذا والعدو سيطر على المي وأنت أكل أكلها غف شوية احتلم فهو رحمة من الله سبحانه وتعالى قال فأشفقت إني اغتسلت وطبعا عمرو بن العاص داهية من دواهي العرب رضي الله عنه داهية من دواهي العرب من أذكى شخصيات التاريخ قال فأشفقته إني اغتسلت أن أهلك أنا أريد أن أتحمم ماء باردي وطب ليه ما بسخم ماء بقتها أوقات أنت من الصحراء ولو سخنت ماء طب أنت سخنت الماء أنت مش مثل الحمام أنت مش شتوية حمام ومش عارف إيش ومسكر على حالك وتتتحمم ولو سخنت الماء بتقول لك لك خلينا خلينا لدف شو حمام بالأول أحط لك شوية ماء سخنة ومش عارف إيش لا أنت مخصك بالموضوع وان شاء الله أخونا أحمد بعز الشتوية بتلاقيه جاي بنسكم وبتحمى ماء باردي أنا لما أشوفه بسقع سقع ماشر الله عنه آه فاللهم بارك فإذا بالصحراء وبرد الصحراء تمام ولاقي بارد أساسا وأنت ولا قد شكتك تستخن كيلة طب لما تخلص الكيلة شو حيصير فيك قال فأشفقته إني اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني فذكروا ذكروا قالوا للصحابة للشباء اغتسلت وتيممت يعني خبر الصحابة الله تعالى حتى تكون صلاة مصحيحة فرأحوا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنوب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت أن الله يقول ولا تقتله أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا يعني أقر هذا إقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم خمسة أن يتأول القرآن فيعمل ما أمر به فيه كما مر معنا ويكرر عنه مثال ذلك حديث عائش تري الله عنها المشهور قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في رقعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن شو معنا يتأول قرآن؟ يعني يتأول قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس سيدخلون في دين الله يفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ومن أمثلته ما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في قصة عفو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول قال أسامة فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا قال الله وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَلِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ أَنْفُسِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَاتِيَ اللَّهُ بِأَمْئِي إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو هون الشاهد أن يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذين فيهم شو يعني حتى أذين فيهم؟ يعني أذين بقتالهم بآية إيش سيف وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ثامناً ثامناً هيتان على شو؟ بعد سابعاً هو السابعاً قال لك الأحوال شو أحوال التفسير؟ الآن ثامناً أقسام التفسير في شيء خاص اسمه الأحوال يعني بكرة أمتحان تتميز من أحوال التفسير أقسام التفسير، أنواع التفسير يكون هناك الأشياء أنا أحط لك هناك نعم سفيك ترجع طايد نسبة يتأول القرآن؟ طبق تمام يتأول القرآن شو يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم شو فهم من القرآن عب طبقه عملياً فهم من القرآن من قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأت الناس يدخلون في ديناه فسبح بحمد ربك وستغفره وين عب يسبح؟ وين يسبح؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقول هول أمتى؟ بعد ما أوح الله فسبح بحمد ربك وستغفره فالتسبيح والاستغفار عب كون وين؟ بالركوع والسجود فيتأول يعني يفسر القرآن بتفسير عملي طيب يتأول القرآن بإيش؟ ولا تسمعنا فعفوا واصفحوا ماذا كان يفعل في العفو واصفح؟ يعفوا عن المشركين ويعفوا عن الكتاب حتى أنظل الله سبحانه وتعالى وقتل المشركين كافة كما يقتلنهم كافة الس obstacles ثامنا ثامنا أقسام التفسير بالسنة من حيث ذكر الآية المفسرة وقد يذكر الآية وهو الأغلب وقد لا يذكرها الحديث التي فيها بيانا للقرآن على قسمين من حيث ذكر الآية المفسرة هل تذكر الآية المفسرة؟ الأول أن يذكر في الحديث الآية المفسرة وهذا هو الأغلب على التفسير الصريح وقد يكون ذكرها قبل التفسير أو بعدها وقد سبق كثير من الأمسنة ومنها تفسير إنا أعطيناك الكوثة وتفسير وكذلك دعلناكم أمة وسطا الثاني أن لا يريد ذكر الآية في الحديث ولكن يفهم من السياق ودلالة الألفاظ أنه تفسير لتلك الآية مثاله عن أبي سعيد الخضري يضي الله عنه قال سمية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقيه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة اللهم أجرنا يقضي فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا اللهم أجرنا فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية وهي قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السدود فلا يستطيعون ولكن يفهم من اتحاد السياقين وتشابه الألفاظ ودلالاتها أن المذكور في الحديث بيان للآية تاسعا أقسام التفسير بالنسبة باعتبار المفسر فأنت تركز دائما ما أقول له أقسام أو الأنواع أو الأحوال التفسير قال وقد يذكر التفسير أو بعض أفراد المفسر أو سبب نزول الآية وقصتها أو يكون في الحديث إضافة على ما في القرآن أما الأنواع الأولى فقد سبق الإشارة إليها وهي كثيرة وأما سبب نزول الآية وقصتها فمثاله أنا أقول لك الأقسام في منه قسم تفسير في منه بيان مجمل في منه بيجي قصة فمثاله عن جابر رضي الله عنه قال سمية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي شو فترة الوحي عن الوقت الذي فتر فيه الوحي هذه اسمها فترة الوحي أول ما أوحي النبي صلى الله عليه وسلم أوحي له نزل جبريل بلغ الناس انقطع عنه جبريل فحتى أنه هو أدماء أقول لك أنه أنا يصرت مجنون فأنزل الله والضحى وللي إذا سجأ ما ودعك ربك وما قلعه تمام فقال في حديثه فبينما أنا أمشي إذا سمعت صوتا من السماء فرافعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني في بحراء قال فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى والغزة فهجر وأما الإضافة فالمراد بها أن تساق الآية ثم يأتي في حديثه صلى الله عليه وسلم ما هو إضافة على معناها وهذا الضرب وإن كان في بعض مواضعه زائدا على حد التفسير إلا أن له صلة به فإذ في الحديث مزيد بيان لموضوع الآية وقصتها ولذا تجد إمة المنصفين في السنة يسوقون هذه الأحاديث في كتب التفسير من مصنفاتهم فهمنا؟ مفهمنا حياطينا مثال والمثال يتضح المقال مثال ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هما النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه ومثاله أيضا عن عبد الله بن أبي زمعة رضي الله عنه أنه يعني هذا التفسير زائد يعني ما فسرت قيفية القيام فسر شيء زائد لما يقوم شبسرفي ومثاله أيضا عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذن إذن بعث أشقاها إذن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة فهذا تفسير زائد ليس تفسير اللفظ عاشرا أقسام الأحاديث في تفسير القرآن باعتبار الرتبة ويؤخذ بالصحيح ويستفاد من الضعيف ولا يجوز رواية الموضوع إلا لبيان حاله هاي شيء أعطى خلاصة الخلاصة حديث صحيح بتأخذ فيه حديث ضعيف قال لك ويستفاد من الضعيف أما الموضوع المكذوب فلا يحل بيانه إلا لبيان ضعفه هاي أعطاك زبجة الزبدي يلي هي يستفاد يعني الضعيف يؤخذ الصحيح كل ما يتفئن عليها الموضوع ما نأخذ فيه كل ما يتفئن فيه طب الضعيف قال لك يستفاد منه الأحديث النبوية في جهة الثبوت تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأول الحديث الصحيح ويلحق به الحسن فهم جملة الصحيح فهذا يؤخذ به في التفسير بحسب التفصيل السابق فقد يكون التفسير صريحا وقد يكون اجتهادا من المفسر والصحيح قد يكون تفسيرا بالمطابق أو بالمثال أو جزء المعنى وكل له حكمه كما سبق قال الثاني الضعيف الحديث الضعيف فلا يقطع به لقصوله عن تراجع القبول ولا يطرح لوروده في جملة الأحديث وإنما يستفاد منه في عدد من الصور الحديث الضعيف أولى من القول بالرأي وهذا مذهب أبي حنيفة أبي حنيفة أقول لك بي أخذ الحديث ضعيفة وأقول لك أنا عند الحديث الضعيف عندي أولى من أن أخذ بالرأي ما يعني أجتهد من عنده ولا أخذ حديث ضعيف قال لك لا أخذ حديث ضعيف أضبط لي حسن ممكن ممكن يقوى الحديث في عندك احتمال وارد لو عشر بمئة يطلع صحيح قال أولى من القول بالرأي دون إلزام به بخلاف الصحيح فإنه يجب الأخذ به ولا يجوز العدول عنه أما الضعيف فيقدم على الرأي لكونه حديثا ولا يلزم به لكونه ضعيفا أما الضعيف فيقدم على الرأي لكونه حديثا ولا يلزم به لكونه ضعيفا يعني هو إن كان ضعيفا إلا أنه ما زال حديثا يعني أنت بتقول حديث ضعيف بعد حديث قال الإمام أحمد رحمه الله ضعيف الحديث أحب إلي من الرأي أبو حريفة رحمه الله وهذا يسمى للتفسير والأحكام ويستفد من الحديث الضعيف في الترجيح بين الأقوال التفسيرية فالحديث الضعيف قرينة ومرجح قوي الحديث الضعيف قرينة ومرجح قوي ما لم يعرضه ما هو أقوى منه ومثاله في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم عماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضى لكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حنوكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا دناح عليكم وحلائن وأبنائكم الذين من أصلابكم أن تدمعوا بين الوختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما اختلف المفسرون في نكاح أمهات النساء التي لم يدخل بهن اختلف المفسرون في نكاح أمهات النساء التي لم يدخل بهن أنت كتبت كتابك على واحدة وفسخت مر معنا نحن بالله نعم نحن أخبرتك الخلاف فمنهم من قال إنهن من المبهمات ومنهم من قال إنهن من المشروط فيهن الدخول ببناتهن نعم نحن عرفنا النوع الإجمال يعني أمهات النساء لا بس العكس صحيح صحيح بذكر لك الخلاف الخلاف نعم قال الطبيري رحمه الله والقول الأولى بالصواب أعني قول من قال الأم من المبهمات لأن الله لم يشرط معهن الدخول ببناتهن كما شرط ذلك مع أمهات الربائب وقد روى روية بذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر غير أن في إسناده نظرا نحن نهار موضوع الشيء غير أن في إسناده نظرا وهو ما حدث نبيه المسنى إلى أن قال إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخل بالابنة أم لم يدخل وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإنه إن شاء تزوج الإبنة قال الشاهد في إسناده نظرا بس أخذ فيه قال أبو جعفر وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فإن إجماع الحجة فإن إجماع الحجة على صحة القول به مستغن أو مستغن عن الاستشهادة لا مستغن عن الاستشهادة على صحته بغيره آي ألف با الآن جيم يستفاد من الحديث الضعيف في تقرير المعنى ومثاله قال بكثير رحمه الله قوله إنه كان حوبا كبيرا قال بن عباس رضي الله عنه أي إثما كبيرا عظيما وقد رواه ابن مردوية أو ابن مردوية فكرة أولا هيك فكرة أولا هيك عن أبي هرونة رضي الله عنه قال أسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله حوبا كبيرا قال إثما كبيرا ولكن في إسناده كلم عنه في إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو ضعيف وهكثروي عن مجاهل وعكرم وسعيد مجوير وحسن وابن سيرين وقتد والضحاك ومقاتل وحيان وأبي مالك وأبي زيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول النعباس وفي الحديث المغوي في سنن أبي داود يغفر لنا حوبنا وخطايانا وروية وروية أو وروعفا إن مردوية بإسناده إلى واصل مولى أبي عيينة عن محمد سيرين عن عباس رضي الله عنهما أن أبا أيوب طلق امرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب إن طلاق أم أيوب كان حوبا والحوب هو الإثم يعني قد يدلك على أنه قد يقع طلاق من الفاضل ويكون فيه خطأ وظلم إنه كان حوبا فمعنى الحوب مدقرن لغة وكلمة المفسرين متفقة على بيانه فساق الحافظ من كثير الحديث على حكمه مع حكمه عليه بالضعف لتقرير هذا المعنى وتأكيده قال أسباب إيراد الحديث الضعيف في كتب التفسير ليه؟ هاي مهمة جدا تحط أنت عشان بيجي واحد وقال لك نحن شوه ننقح كتب التفسير فنشير كل أحاديث الضعيفة مننا أحيي خرب نص المعاني تلاقيه لا مجيب أقول لك تهذيم كتاب كذا شل تفسير ضعيفة والأيمة من المفسرين ربما أورد الضعيف ولو كان شديد الضعف في مصنفاته من مقاصد منها واحد الاستفادة منها منه في التفسير حسب ما ورد ذكره في الصور السابقة نين إرادة استقصاء ما ورد في الآية من المرويات ثلاثة بيان صحة معناه مع ضعف روايته يعني ولو كان الحديث ضعيف أنا موالك المعنى صحيح معنى اللغوي أربعة التنبيه على ضعفه خمسة وقد يولده المفسر جهلا بضعفه بس ما دغل نقول لك جاهل بضعفه لا ما أوقت بكون فحول بالتفسير الحكم على الحديث قال ولا يجوز رواية الموضوع إلا لبيان حاله الثالث الحديث الموضوع فهذا لا يجوز روايته في التفسير إلا لبيان حاله ويلتحق به ما كان شديد الضعف لأنه لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه من الوجوه قال ابن تبينة رحمه الله ورواية أحديث المكذوبة مع بيان كونها كذبا جائز أما روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل فإنه حرام عند العلماء مع الإمساك عن ذلك رواية عمل هذا قيد قال ابن حجر رحمه الله واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقنونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم من حذ عث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين ومن أمثلة الحديث الموضوعات المنكرت في التفسير الحديث الذي رواه الثعلبي والثعلبي كثيرا ما يورد الموضوعات وغيره عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه في فضائل سور القرآن سورة 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 إجاء لك من قراء سورة كذا فله من الأجل كذا وليس سوف أحتينا الحديث فقد أجمع أهل العلم على أن الحديث موضوع وفي قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هادئ قال ابن كثير عن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال انا المنذر ولكل قوم هاد. وعوم بيده الى منكب علي. فقال انت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعد. وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. مخروط من الشيعة. ما الفيضة. ومن ما ظن احديث الموضوعة والمنكرتة في كتب التفسير الكشف والبيان. كما بتلاقي الحديث الموضوعة والمنكرة. يعني اوقات الواحد اذا بده روح فتش هيك يتسلى. خرط مطبيع فيهم. الكشف والبيان اللي فتعل بيه. والكشاف للزمخشري. لان الكشاف هو كتاب بلاغة. في كتب اما بموضوع الهجو اسمه بتلاقي الحديث كتير مخروضة. وتفاسير الرافضة مثل التبيان في تفسير القرآن للطوسي. ومجمع البيان في تفسير القرآن للطبراسية. هذا وصل لهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك الله ومحمدك نشهد وعلى اله لأنت لا استغفرك وانتوب إليك. نذكركم اخواني واخواتنا لموضوع الحفظ والتسميع بالمجموعات. سبحانك الله ومحمدك نشهد وعلى اله لأنت لا استغفرك وانتوب إليك. امين وإياكم.